مشاهدين الآن نتعرف على أداء أسواق الأسهم العربية والبداية مع سوق الأسهم السعودية مؤشر تأسي على ارتفاع في هذه الأثناء والمؤشر عند 11790 نقطة بالنسبة لسوق الكويت خلال الجلسة اليوم تراجع بنحو 1.5% والمؤشر عند 5775 نقطة ماذا عن بورصة قطر خلال جلسة اليوم ارتفاع بأكثر من 10% والمؤشر عند 10093 نقطة أما بالنسبة لبورصة البحرين أيضا على ارتفاع بنحو 20% والمؤشر عند 1935 نقطة بالنسبة لبورصة مسقط أيضا على ارتفاع بأكثر من 0.5% والمؤشر عند 4686 نقطة أما بالانتقال إلى مؤشر EGX30 للبورصة المصرية نرى أنه أيضا مرتفع بن 0.5% والمؤشر عند 29698 نقطة نقطة